بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء المستمعين مستمعين قناة الصحة والجمال في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والمتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان بداية أحب أقول لحضراتكم أن أنا يسعدني ويشرفني ووسام على صدري أن أنا أكون في صحبة حضراتكم طول فترة برنامج نحو الهدف علشان نبقى مع بعض في وقت إن شاء الله يكون مفيد ونقدر نتبادل أطراف الحديث من خلال اتصالاتنا التليفونية على الأرقام بتاعتنا اللي بتظهر على الشاشة علشان نقدر نساعدكم بقدر المستطاع على قد ما نقدر في وقت البرنامج القليل إن إحنا نقدر نوصل لبعض المشاكل المهمة اللي بتؤرق بعض الأسر المصرية والأسر العربية فيما يخص التخصص بتاعنا طبعا اللي هو الجهاز العصبي والأمراض النفسية وعلاج الإدمان يشرفني ويسعيدني بداية أنا الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان هستعد طول الفترة البرنامج إن أنا أكون في استقبال التليفونات بتاعت حضراتكم للأرقام اللي بتظهر على الشاشة لاستقبال كل الاستفسارات والمشاكل اللي إحنا نفسنا حد يجاوبلين عليها حاول بقدر المستطاع إن إحنا إن شاء الله نكون يعني على قدر يعني مستطاعنا إن إحنا نرد على كل ما يهم الأسر المصرية والأسر العربية من مشاكل في التخصص بتاعنا بإذن الله بداية أحب أتكلم عن موضوع الحلقة موضوع الحلقة النهاردة يعني أنا بقالي ثلاث حلقات أو بقالي أو ثلاث حلقات تقريبا بنتكلم في موضوع الكورونا وتأثيرها على الفرد والصحة الأسرة وكذا فإحنا يعني الحقيقة تعبنا من كتر الكلام في موضوع الكورونا فقلنا النهاردة يعني خصصت الحقيقة الحلقة بتاعت النهاردة إن يكون الموضوع مختلف شوية ولا يقل أهمية طبعا عن موضوع الوباء الكورونا إلا إن هو موضوع فعلا مهم جدا 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 ويمس جميع الأسر وفعلا جميع الأسر بمعنى الكلمة في كل حتة لأن إحنا هنتكلم عن عنصر أساسي في كل أسرة ألا وهو الطفل الأطفال هم طبعا يعني شباب المستقبل وهم العماد بتاع الأمة طبعا أنا دايما أحب يعني أذكر إن الأسرة هي النواة بتاعة المجتمع والأسرة هي عبارة عن أفراد الأفراد بتاعتها دايما بيبقوا القائمين على حمل المسئولية والاستعداد لجميع المخاطر هما الأطفال بعد شوية بيبقوا الشباب هما دول اللي بيشيلوا الأسرة بيحملوا على كاهلهم المسئولية كاملة عن الأب والأم بعدما يجبروا شوية إذن لو قلت إن الطفل هو فرد من أفراد الأسرة ولو قلت إن الأسرة هي النواة بتاعت المجتمع ولو قلت إن الطفل هو اللي بيحمل المسئولية بتاعت الأسرة إذن أنا أقدر أقول في ملخص الكلام إن الأطفال هم عماد الأمة حقيقة الأطفال عندنا مشاكل كتير أو الحقيقة بتقابلنا في تربية الأطفال ما بين مشاكل صحية ما بين مشاكل نفسية ما بين مشاكل في طريقة التعليم والتعلم طريقة الترفيه بتاعتهم حقيقة بيقابلنا مصاعب كتيرة جدا في معاملتنا مع الأطفال وتربيتنا للأطفال حقيقة أنا يعني طبعا لو فضلت أتكلم عن الأطفال وتربيتهم ومشاكلهم إحنا محتاجين حقيقة حلقات كتيرة جدا إلا إن النهاردة أنا خصصت موضوع واحد فقط وطبعا ما أعتقدش إن إحنا نقدر يعني نوفي جوانبه من كل الجهات في حلقة واحدة فإن شاء الله يعني يكون لنا لقاء تاني نكمل فيه الموضوع المهم اللي هنتكلم عنه النهاردة ألا وهو تأثير الألعاب الإلكترونية والجيمز على الصحة وبقول الصحة عمتا لأطفالنا سواء بقى الصحة النفسية أو الصحة الجسدية أو الصحة العقلية أو الصحة الفكرية يعني حاجات كتير قوي بنشوفها في الألعاب الإلكترونية الحديثة اللي هي بتأثر بشكل مباشر على الصحة بتاعت أطفالنا إحنا دايما بنقول إن الطفل مثلا الأطفال في البيت بتلعب أولا أنا أحب أسأل نفسي سؤال قدام حضراتكم يعني إيه دكتور وليد اللعب يعني إحنا دايما نقول إن الطفل بيلعب البنت بتلعب الولاد بيلعبه هو يعني إيه ما هو التعريف الإكلينيكي والتعريف اللغوي لكلمة اللعب يعني إيه لعب أولا كلمة لعب يعني بمنتهى البساطة هو النشاط الزهني أو البدني يعني نشاط بعمله بتفكيري وبعقلي يأما نشاط بعمله بجسمي بلعب أو بجري أو بعمل نشاط إذن اللعب هو النشاط الزهني أو النشاط البدني الذي يلبي رغبات الشخص يعني إيه يعني أنا لقي رغبة في التسلية فبلعب فبعمل نشاط معين بجسمي أو بزهني أو 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 كده إذن اللعب في مجمله هو النشاط الزهني بالعقل او النشاط البدني بالجسد الذي يلبي رغبات الشخص الرغبات الشخص دي قد يكون ان هو التسليه ممكن الترويح عن النفس ممكن قد يكون التعليم يعني انا بلعب باجهزة معينة ببرامج معينة عشان اتعلم مهارات جديدة او كده ممكن المتعة انا بلعب عشان استمتع او ممكن بلعب عشان حب الاستطلاع او في حتة مهمة جدا 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 بنسمعها كتير جدا في جميع الاسر يقولك الولد عنده طاقة مخزونة فبيطلعها فين؟ في اللعب تسمع كده الناس في البيوت يقولك يا عم سيبه يلعب ما هو العيل عنده ايه؟ عنده طاقة الناس البسطاء في البيوت بيقولوا المصطلح العلمي وهما مش واخدين بالهم هي الفطرة كده الفطرة العلم ده فطرة فطرة موجودة في جسمنا وفي عقلينا وفي خلاينا فيقولك الولد عنده طاقة سيبه يطلعها في اللعب اذا اللعب هو نشاط ذهني وبدني بيبزله الشخص او بيعمله الشخص لتلبية الرغبات بتاعته تلبية الرغبات سواء التسلية المرح ان انا اطلع الطاقة التعليم حب الاستطلاع حاجات كتير قوي لحد هنا الكلام جميل والكلام مفيد وحلو او زي الفل تعالوا حضراتكم نخش بقى في مرحلة تانية احنا دلوقتي هنتكلم عن المشكلة اللي بتنتك بقى من اللعب ده يعني اللعب ده اه جميل وبيطلع طاقات وبيكسب مهارات وا 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 حاجات كتيرة جميلة الا ان هو في حد ذاته مشكلة كبيرة جدا 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 واول مشكلة هنتكلم فيها مع بعض الا وهو الادمان يعني ايه دكتور وليد الادمان الادمان يعني ان الطفل بيبقى مدمن للحاجة اللي هو بيلعبها ماسك جهاز التليفون الموبايل او قاعد على الكمبيوتر وبقى كل شغله الشاغل ان هو بيفكر في حاجة واحدة ان انا اقعد ألعب فترات طويلة جدا مع الجهاز ده باللعبة دي اوكي هتقول لي حضرتك طب يا دكتور وليد ما هو ممكن يعني هو بيبزل بيطلع الطاقة بتاعته زي ما حرك قلت في الاول ودي حاجة كويسة ما اختلفناش لكن الادمان هو اول مشكلة بتقابلنا ان هو لو تاخدوا بالكم حضراتكم الطفل دايما تيجي تقول له كده يا حبيبي قوم من على الكمبيوتر او قوم من على الجهاز او سيبي اللعبة بقى كفاء انت قاعد بقى لك اروع خمس ساعات يقول لك ده ان لسه ما خلصتش الجيمة اللي في ايد ده لسه فاضل اللعبة طب استنى ما ألعب الشوت اللي جاي طب استنى ما شوف مش عارف ايه هو مش قادر يحس ويشعر بالمشكلة اللي هي بتحصل له في الوقت ده ادمان اللعبة او ادمان الحاجة اللي في ايده عفوا طبعا دي مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا اه حد هيقول لي طب يا دكتور وليد ايه المشكلة من الطفل يعود يلعب فترات طويلة طب ايه المشكلة من هو بيكتسب زي ما حراك قلت في الاول مهارات بيتسلى بيطلع طاقة صحيح ما اختلفناش ولكن مش كل الطاقة يا فندم تطلع فيه الالعاب الالكترونية طول الوقت لان ده بيجي على حساب حاجات تانية كتير جدا المفروض يعملها يعني نذكر امثلة مثلا طفل مطلوب منه يعمل الهومورك بتاعه معنا اتصال اهلا وسهلا فضل يا فندم اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اهلا يا فندم اهلا وسهلا تعرف بحضرتك يا فندم انا اسمي عيون عبد السلام عيون عبد السلام اهلا وسهلا يا استاذ عيون اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا دكتور انا عندي ابن بنتي سنة ونص تمام يا فندم ربنا يخلي هم عندهم في العيلة بتاعتهم جزء بنتي عندهم يعني حاجة زي كهرباء عالية في المخ تمام يا فن بس الولد ده على طول يا دكتور يشد الحاجة ويسرخ اي حاجة يمسكها يسرخ يسرخ على طول ولو في يدك تليفون ياخده يلعب به وارزعه يكسره برضه ويسرخ تلعبه يسرخ تكلمه يسرخ احنا عايزين نشوف مثله وبتقوله مثل اللعب غلط احنا برضه مش عارزين نقوله لعب بحيث انه بيش حاجة تضره انا بس عايزين نعرف احنا نتصرف ازاي معاه هو الولد عنده سنة ونص سنة ونص اه وفيه تاريخ مرضي في العيلة بتاعت الوالد بتقول ان هم عندهم كهرباء زيادة في المخ تمام هو والدته برضه بنتي انا اللي هي امه برضه احنا مش اراهي وهو بنتي انا اللي هي والدته عبير دي كان عندها برضه كهرباء وكده وعالجناها شوية بس برضه الايام دي بتيزي النخة بسيط تمام يا فندم فهو الموضوع واضح جدا والتشخيص واضح جدا يا فندم هو الطفل اخد الجينات من الاب والام الاب عنده كهرباء والام عندها كهرباء فهو ظهر عنده في صورة كهرباء خلي بالحضرتك من حاجة مش شرط ان الولد يكون عنده كهرباء في المخ يعني يجي له تشنجات مش شرط يا فندم ممكن الكهرباء زيادة في المخ تطلع في صورة العصبية المفرطة اللي حريك بتقولي عليها الشقاوة المفرطة اللي حريك بتقولي عليها السريع الفضيع اللي حريك بتقولي عليه فده يا فندم اي الف به الف به نعمله رسم مخ رسم المخ نعمله رسم مخ اه يا فندم طبعا رسم مخ نعمله رسم مخ يا فندم واشوفه واشوف رسم المخ واقول لحضرتك هو فعلا عنده كهرباء زيادة في المخ ولا لا لو عنده كهرباء زيادة في المخ بياخد العلاج بتاعه يا فندم وبتحسن جدا 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 فيش اي مشكلة خالص يعني فيها ضد كفيري في المخ والعصاب علاج للسني ده طبعا يا فندم المال ايه طبعا طبعا موجود العلاج يا فندم طب انا دلوقتي انا كفيفة بس انا ما مش بعرف امشي قوي وهي بنتي بردك يعني ما بخرجاش كتاني هو حديتك فين ولا نبعات لك الساي حركة فندم تاخدي تليفوني من الكنترول دلوقتي هيدهولك وانا تحت امر حدرككم بعد انما نخلص الهواء ان شاء الله بس يعني خد التليفون وكلميني بعد الهواء وانا من عناية الاتنين ان شاء الله انا علاج لكم المشكلة بإذن الله يا فندم شرفتيني شرفتيني يا فن فاحنا كنا بنتكلم قبل التليفون على مشكلة ادمان الطفل للعبة او الحاجة الالكترونية ديت ده بيجي على حساب حاجات تانية كتير جدا مثلا هو مطلوب منه هومورك معين يعمله في المدرسة مطلوب منه ريسيرش يعمله او بحث معين مطلوب منه ديوتز في البيت المفروض الاب او الام طالبينها منه ان هو يعملها فيه العاب زكاء بتبقى موجودة الاب والام بيوجهه الطفل ان هو يعملها علشان خاطر تنمية الزكاء وتنمية الفكر والمهارات حاجات كتير اوي فالالعاب او الحاجات دي بتيجي على حساب القصة دي ده رقم واحد وهي دي حاجة يعني بشوفها كتير اوي اطفال بيجوا كتير وقربها النهاردة يعني النهاردة في العيادة جاني طفل مضمن لعبة يعني فظيعة جدا دلوقتي انتشرت بشكل فظيع اللي هي لعبة البابجي بابجي دي بقى يعني مصيبة سودة اولا بابجي دي لعبة يعني كلها كلها قتال يعني انت بتعلم الطفل القتال والخناق والنط والشقلبة والحاجات كتير جدا في اللعبة القميقة دي اللي اسمها البابجي وللاسف يعني النهاردة وانا في العيادة الصبح قاعد مع الولد فبيقول لي يا دكتور ولد جميل تسع سنين بيقول لي يا دكتور انا بشوف ان هي لعبة ممكن يكون فيها عنف شوية اسمع بقى كلمة الولد اسمع كلمة الولد هو ممكن يكون فيها عنف شوية بس صحابي بيعودوا يقولولي مثلا شوف الولد بيقولي كده مثلا انت عايزي يعني تتفرغ على تومو جيري وتسيب البابجي وتتفرغ على تومو جيري اطفال يعني في سن يعني خطر جدا تسع سنين يا فندم من سن ست سنين لسن ستاشر سنة هي دي الفترة اللي الشخصية بتتكون فيها هي دي الفترة اللي الاخلاق بتتكون فيها هي دي الفترة اللي السلوك الطفل بيتكون فيه هي دي الفترة اللي حاجة بتزرع فيها بتزرع القيم في الطفل في الفترة دي فالولد صاحبه بيقوله انت يعني عايز تتفرج على توم وجيري قال يعني توم وجيري ده حاجة من الحاجات المعيبة ان احنا انت لازم تتفرج على بابجي علشان بص سمع بقى بقيت الجملة انت لازم تتفرج على بابجي علشان تبقى راجل وقوي يعني ايه راجل وقوي مين سمح له انه هو يقعد على اللعبة القميقة دي فترات ويسمع لزميله في اين الرقابة فين الرقابة يا جماعة انا قعدت اسمع الطفل يعني الولد يعيني مسكين تسع سنين ده ايه يعرف ايه ده معافش حاجة بعدين صاحبه بيقوله لا انت لازم تتفرج على بابجي معانا اتصال اتفضل يا فاند اتفضل يا فاند السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل يا فاند مين معانا يا فاند ابو حمزة من القهيرة ده ابو حمزة من القهيرة اهلا وسهلا يا ابو حمزة اهلا وسهلا انا كان عندي يعني كذا سؤال كذا سؤال اه السؤال انا دكتور انا بس عايز التليفون بتاع حضرتك او سايت على الانترنت نعرف نتواصل دي مع حضرتك لو في السايت على النت صفحتي على الفيسبوك موجودة دكتور وليدة والخطوح استشار المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان صفحتي على الفيسبوك موجودة وتليفوني يعني ما فيش مشكلة 0108 179 179 0108 179 179 والصفحة على الفيسبوك موجودة تحت امر حضرتك فضل يا فاني وقل لي سؤالك بص دكتور انا عندي سؤالين السؤال الاولاني انا حماتي حماتي تقريبا ما بتنامش اه اه تمام يعني مثلا لو نامت بعد الفجر الساعة 5 الصف على الساعة 8 تلاقى صحية من نوم وخلاص مش جاي لها نوم ده خطر شديد جدا 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 يا فاني بس هي هي بيجنها صداع بشكل دايم صداع بس يا فاني صداع بس الفترة الحاجة بتقول عليها دي صداع بس طب دي بقى ما شاء الله عليها نمسك الخشب يعني نمسك الخشب كده دي تبقى صحيتها كويس لا هي صحيتها مش كويسة ولا حاجة بس هي يعني هي الصداع على طول من لازمها تمام تمام يا فاني ماشي ففي علاج او في حاجة ممكن تاخده علشان تحل الموضوع اه طبعا يا فاني اوكي هقول لحضرتك مشكلة دا بالنسبة للسؤال الاولاني حضرتك بتتكلم بالنسبة اللعب بالنسبة للاطفال اه اه انا بنت عمي كبيرة عندها حوالي عشرين سنة وعايز اقولك ان هي مدمنة بابجي مدمنة بابجي اه ده احنا لسه كنا حالا بنتكلم عن مشكلة البابجي ده الفضيع ده اه لدرجة ان هما كانوا من فترة كانوا بيحذروا من موضوع اللعبة وكانوا بيتكلموا ان هي يعني في قضيط للعبة ان انت بتسجد لصنم وحاجات كده اه اه فعلا صح ويرجعوا بعد كده له القضيط له القضيط وطلعوا قائمين على اللعبة يتكلموا في الموضوع ده بس الموضوع صعب انا ابن عمي بيقعد حوالي ست سبع ساعات ماسك الموبايل يلعب به ست سبع ساعات اه ست سبع ساعات ماسك الموبايل قاعد ماسك الموبايل بيلعب اللعبة يعني ده ابن عمك بيعمل كده ابن ابن عم ابن ابن عمك بيعمل كده اه اه وبنت عمك بتقعد على البابجي بتقعد تلعب بابجي وحماتك ما بتنامشي لا طب احنا محتاجين نمسك العيلة دي كلها بقى ونعمل كونسولتو عليها يا فندم ما هو عشان كده دكتور انا كنت عايز السايد بتاع حضرتك والموبايل علشان نعرف نتواصل معاك والله يا فندم انا التليفون في الكنترول وانا قلتو الحرائيك 0108179179 وصفحتي على فيسبوك دكتور وليدة بالفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الاندماء ففي اسئلة تانية عند حضرتك تتحكي ترد على اسئلة بس لا شكرا من انا يشرفتين يا فن طبعا مشكلة البابجي انا هبدأ بيها لان دي من موضوع حلقتنا البابجي او غيره يعني فيه العب تانية غير البابجي كان فيه لعبة من فترة اسمها الحوت الازرق وفيه لعبة تانية اسمها مومو مومو ده كانت عبارة عن عروسة شكلها مخيف كده بتعلم الاطفال بقى حاجة جميلة جدا تخيلوا تخيلوا المومو ده بيعلم الاطفال ايه بيعلمهم كيفية خلي بالك كيفية الانتحار تخيل اطفال لسه دماغهم بيضة فضية خالص ورقة بيضة بتكتب عليها لأول مرة وبيتعلموا لأول مرة بتكتب عليها كيفية الانتحار يعني حاجة يعني في منتهى الرعب يا فندم حاجة في منتهى الرعب انت لما تلاقي طفل بيتكلم معاك عن الولد اللي كان بيتكلم معايا بيقول لي وبابجي احنا بنعمل كذا وبعدين بص المصيبة ايه بقى اخوي الصغير يقول لي كده اخوي الصغير اخوي الصغير ده حوالي 6 سنين تقريبا او 5 سنين بيحاول بقى يعمل ايه يقلت بابجي قلت له حبيبي بيقلت بابجي يعني بيعمل ايه قال لي مرة طلع فوق النيش عندهم النيش كده كان بيحاول يحط كرسي خلي بالك معايا كرسي فوق النيش عشان يطلع يمسك النجفة وينطر منع النجفة على الارض تخيل طفل عنده 5 سنين انهو جسم وانهو بنية جسدية تتحمل انهو يتعلق في النجفة ومن النجفة يقع في الارض ازاي يعني ازاي احنا نسمح لاطفالنا انهما يمسكوا الموبايلات والوسائل الالكترونية الحديثة دي بالساعات فيتعلموا منهم كمية العنف الفضيع ده معانا تليفون استاذ كريم اتفضل يا فن ازاي يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ كريم دكتور انا بدي اسأل حضرتك يا دكتور في عندي بنت الزغيرة اذا تقدر تفيدني يعني ما اكون شكل لحضرتك تحت امرك يا فن الله يخليك بنت الزغيرة نزلت طبعا لما تولدت تولدت طبيعية تمام تمام جي بعد 3 شهور من ولادتها بدأت تظهر عليها اعراض ان هي عندها نقص اكسوجين تمام بعد 3 شهور بدأ يبان اعراض نقص اكسوجين وشاعة الولادة مظهر اربع شهور بالزبط وساعة الولادة يا فن دكتور مظهرش لا ما فيش اي حاجة ظهرت عليها راحت برضو للمستشفى المتخصص في الكلام من ده قال ما البنت تمام وما فيش اي مشاكل من عندها لانها كانت نزلت حجمها مناسب ما فيش اي مشاكل ما ازرقتش ساعة الولادة ولا حاجة لا 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 ما فيش اي حاجة من كلام دخول لا ما دخلتش برضو ما دخلتش حضوان اوكي بعد 3 شهور ظهر ايه الاعراض اللي ظهرت يا فن زهرت بقى بدأ عندها تشنجات ايدها تشد عليها رجلها تشد يجي لها تشنجات بالليل كلام من دو تمام تمام فاحنا توصلنا مع اكتر من دكتور بقى اكتر من سانة بنتعاون وعاكتر من دكتور خارج مصر ودخل مصر فلسه الوضع انا شايف ان هو زي ما هو ما فيش ايه حسن يعني بيجي لها تشنجات بيجي لها تشنجات بس هي بتاخد ترتام دلوقتي اللي هو ترتام دو دكتور كان اكتب لها ترتام خلصومية اه تمام اه والي هو الالكارتينين الالكارتين يا فن تمام اه نعم صحيح اللي هو بالاضطارة دو تمام يا فن تمام فدلوقتي دكتوري انا يعني بتشوف اي حل يعني تقدر تفيدني انت مثلا يعني اتعارف مش عارف اتعامل مع مين هل هتعامل مع مخه عصاب اطفال اه مع مخه عصاب كبير دكتور اطفال يعني مش عارف اتعامل مع مين بالضبط عشان احل مشكلة البن هي سنها اديها فن دلوقتي اه دلوقتي سنها سنتين اوكي سنها سنتين نعم بقالنا سنة وسبع شهور تقريبا بنتابع مع اكتر من دكتور بس انا عن نفسي انا مش شايف اي تحسن خالص يعني اه طيب يعني هي بتاخد اللي كارتين وترتام اه نعم وفيه اللي هو الدوة برضو التاني كان كذبا لها دكتور اللي هو بتاع العظام اللي هو جونوفيل دوة او بونكير او واتفر ماشي اه فيه جونوفيل دوة اللي هو المتين وخمسين مين لجرس اوكي 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 طيب حركة يبع مطلوب منك تعمل لها راسم مخ تمام راسم مخ تمام وتعمل لها رانين مغناطيسي على المخ اتنين هم حاكتين هم اه عملنا كلام دو دكتور عملنا عايز حاجة حديثة حاجة حديثة او حديثة اوكي تمام راسم مخ تمام اثناء النوم لان هم الاطفال عشان نعمل لهم راسم مخ ما بيسكوتوش ما بيعدوش تحت الجهاز سكتين فبنيديهم حاجة كده زي حاجة مخدرة شوية يهدو وبعدين نبتدي نعمل لهم راسم مخ حركة اعمل راسم المخ نعم والرانين المغناطيسي على المخ تمام عايزة شوف بس حركة صدرها كويسة ولا لأ بتتمفز كويس ولا لأ لان لو في مشكلة في الصدر هيبقى في مشكلة في الاكسوجين ومشكلة في الجلوكوز والمخ بتاعنا يا فنيب بياكل اوكسوجين وجلوكوز نعم فلو الجهاز المركزي بتاعنا ماكلش الاكسوجين والجلوكوز بتاعه كويس نعم أكيد بقيت المكنة هيبقى فيها مشكلة أكيد 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 فحدك اعمل الحاجة وخد رقمي من الكنترول أو لو حركة كنت سمعتم من شوية لا 08 أيوة بالضبط كده وابعت لي الحاجة على الواتس أب وإحنا إن شاء الله نتواصل ونحل الحركة المشكلة بإذن الله تحت أمرك يا فكت طبعا مشاكل الأطفال يعني كتيرة جدا وما بتنتهيش لأن هما الأطفال بيبقوا لسه أطفال صغيرة مفيش عقل لسه حتة الاستيعاب مش موجودة الشخصية زي بقيت الحركة بتتكون أصلا من سن 6 ل 16 سنة فالقصة يعني القصة بتاخد وقت كتير جدا فعشان الشخص يكتمل يعني أصلا أقول فالمشاكل بتبقى كتير أو ما بين جهاز عصبي ونفسية وحاجات تانية المهم إحنا كنا نتكلم عن مشاكل الأجهزة الحديثة والزكية اللي هي فيها ألعاب زي البابجي أو الحوت الأزرق أو المومو المومو دا قلنا هو كانت لعبة كده بتعرف الأطفال طرق الانتحار يعني أنا مستقرب جدا يعني أنا مش متخيل إزاي أنا أجيب عروسة شكلها أصلا مرعب جدا وأقول للطفل خطوات الانتحار كذا كذا معنا اتصال ألو أي يا دكتور ألو أيوة يا فاندم إزاي حدرتك يا دكتور أهلا وسهلا يا فاندم تعرف بحضرتك مادام مروة مادام مروة مروة أهلا وسهلا يا فاندم أهلا بحضرتك بقول لحضرتك يا دكتور أنا عندي ابني عنده 14 سنة أيوة يا فاندم كان مولود كويس جدا وما فيش أي مشاكل ما اشتكاش من حاجة لحد من 3 سنين بالزبط بدأ يظهر على رجليه بتتعويج بدأ من 3 سنين اه الأدم بتاعت رجله بتتعويج اه الأدم من تحت بتتعويج اه تمام بالزبط هو كان بيلعب برياضة كرة قدم يعني تمام فظهر بقى لعوجاج ده وبيزيد كل شوية عمل بيزيد من 3 سنين بالزبط فروحنا لدكتة كتير جدا في ناس قال لنا ودوا المخ وأعصاب طب ودتوا المخ وأعصاب اه فيه دكتور طلب مني رسم عصاب وطلب مني أوراق كتير واشعات كتير بس لحد الوقتي ما فيش أي حد شخص لنا حاجة احنا مش عارفين ايه سبب العوجان اللي في رجليه انت حركت عملت فحوصات عملت كل حاجة وعرضتها على أطباء بتوع مخ وأعصاب بتوع مخ وأعصاب وبتوع عظام كان فيه دكتور عظام قال لي ان الأكسوجين مش واصل لرجليه اوكي تمام طيب ما ظهرش أي أعراض غير بالزبط من 3 سنين يعني وهو عنده حوالي 16-12 سنة ماشي فالمشكلة دي يعني أنا أروح دي فين أعمل ايه أنا مش عارفة طيب هو بيتعالج من أي حاجة ولا أي حاجة كويس ما بياخدش أي أدوية يعني لا خالص احنا آخر وإحنا بنكشف بقى على رجليه طلبوا مني فيتامين دال وتحليل كتير طلع فيتامين دال هو اللي ضعيف عنده بس كده حلوة ومسكنا الخيط هو او وحاجة تانية الحمى الروماتيزمية قالوا لي برضو نسبتها عالية عنده بس كده قد الخيط التاني بس بس خلاص انت حليت المشكلة اهو طيب بيتامين دال قليل العضمة هيتعود تمام عنده نسبة روماتيزم عالية فالمفاصل هيبقى فيها مشكلة او طيب أنا أعمل ايه اه القصة دي بتبقى مع دكاترة المناعة مناعة خلي بالك ايوه علشان خاطر موضوع الروماتيزم العالي ده بتوع المناعة وأمراض الروماتيزم دكتور مناعة او مناعة وروماتيزم وبتوع العظام القصة مش قصة مخو عصابية فنية يعني أنا عروف لدكتور مناعة وروماتيزم ايوه تمام مناعة وروماتيزم وعظام القصة مش عصابية فنية الحضريك حكيتهولي ده بالزبط او حاجة ليه علاقة بالروماتيزم مالهاش دعو بالمخو العصابية فنية يعني يا دكتور اصلي فيه دكتور عظام قال لي ده هيحتاج عملية يكسر له رجله ويعدلها يكسر رجله او اذا كان حضرتك بتقول يا فنم فيتامين دال عنده قليل يعني بالعقل كده واحد عنده فيتامين دال قليل او ما اكسر رجله ولا اديله فيتامين دال الاول او اديله فيتامين دال احنا ما بنتكلم احنا عاديين دلوقتي هو ولا دكتور ولا بتاعنا دلوقتي عاديين متدردش مع بعض اصحاب واحد عنده فيتامين دال قليل اروح اكسر له رجله طب وفيتامين دا الأول ما تدينه وفيتامين دا للأول طيب صح ولا ايه طبعا ياريت حدريك تاخدي تليفوني من الكنترول وتخليه معاكي وبعد ما تروحي للدكاترة بتوع الروماتيزم وبتوع العظام ياريت تبلغيني حدريك وصلت لحد فيه لان انا شخصيا مهتم ان انا اعرف انت حدريك وصلت لحد فيه حاضر يا دكتور ربنا يبارك لك يا رب رقمي خديه من الكنترول يا فن شرفتين يا فن معنا تليفون تاني ام عبدالله ام عبدالله اهلا وسهلا يا ام عبدالله اهلا بحضرتك اتفضلي يا فن اتفضلي انا احرك على الهواء معنا يا فن انا ام عبدالله انا معي ابني والله اربع سنين يا دكتور تمام معي ابني اربع سنين والله كان بيتكلم حلو خالص بس جاء من سنة كده بني تحته تحته كتير وكل منها بجزيد بمش عارفة ده مخه اصاب ولا بل راحة بس هو عنده اربع سنين من سنة يعني هو عنده تلات سنين بدأ يتحته الو الاتصال فقدناك طيب يعني انا كان نفسي يعني اسمعك ام عبدالله لكن يعني فكرة لو انا زي ما انا فهمت يعني ان الطفل كان سليم لحد تلات سنين ومن سنة بدأ يتحته القصة دي تتلخص في حاجة من اتنين يا اما مشكلة نفسية الولد بيتعرض لضغوطات نفسية خليته بدأ يتحته يا اما فيه كهرباء مش مظبوطة او فيه حاجة مش مظبوطة في المخ محتاجين نعمل لها فحوصات ودي اذا كان دي او دي علاجها سهل جدا مفيش اي مشكلة ان شاء الله فلو حرك يعني لسه بتسمعينا بيكلميني بقى على ايه التليفون بعد الحلقة ان شاء الله معانا ام عمر فضلي يا ام عمر الو الو اتفضلي يا ام عمر اتفضلي اهلا وسهلا ايوه بعد اذن حضرتك يا دكتور معايا طفل عنده سبع سنين طفل سبع سنين ايوه والدكتور بتاعه مشخص ان هو سي بي سي بي ا انا ما بشتغل معاه تخاطب يا دكتور بقى لي اكتر من سنتين ما فيش استجابة خالص لاي كلمة من كلمات التخاطب وحرك عارف الاول يعني ايه سي بي لا هو الدكتور بيقول لي شدل شدل دماغي ايه الزب بالضبط كده يا دكتور ما هو سي بي دي يعني شلل دماغي بس انا عايز اعرف ايه الاعراض يعني ايه هو حاله عامل ازاي هو محاله يا دكتور هو ما كانش ما فيش استجابة لأي حاجة تضعية خالص فدل يعمل علاق طبيعي عشان خاطر يمشي او يتحرق ما فيش كلام ما فيش انتباه لأي حاجة خالص ومش عارف غيري انا بس انا وبابا ما ليش ضعب اي حد تاني من العالم الخارجي خالص واصلنا سبع سنين وما فيش استجابة ما فيش استجابة لأي حاجة مهما قبودة الميت مهارات التخاطب ما فيش وبس اهم حاجة ان هو مشى في العلاج الطبيعي بيمشي يا فندم ايوة الحمد لله في العلاج الطبيعي حلوه بيتحرق كويس ايوة بيتحرق كويس طيب التخاطب يعني كلامه بدأ يتضبط ولا ما فيش كلام خالص يا دكتور ولا كلمة ما فيش غيريه كلمة واحدة بس كلمة بابا 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 اه والله يا فندم بصي يعني هو دايما الاطفال اللي بيبعنهم سي بي او الشلل الدماغي يعني بيبقى الموضوع شوية مش في افضل حال اي طب هو دكتور على اطفال ماشي على علاج معين يعني الدكتور ما بيغيرهوش اللي هو كتب صل الاوتوميكس دوة واللي هو الدباكين بس ما فيش علاج تاني هو بيجيله التشنجات يا فندم ايوة كان بيجيله من فصل الفترة كده كل 6 شهور والله يا فندم هو يعني هيفضل ماشي على الاتوميكس والدباكين هو الدواء مزبوط ونزود عليهم كمان الكارنتين ايوة ما هو الدكتور كتبهوله برضي يا دكتور بس ما فيش استجابة معايا في البيت وشهيته مفتوحة جدا مش عايز بطل اكل خالق طب هو موضوع الاكل ده مدقيق مدقيقني جدا علشان هو يعني بياكل وبيعمل حمام بياكل وبيعمل حمام على طوال والله يا فندم هو زي ما بقوله حريك هو مشكلة الاطفال السي بي او عندهم شلل دماغي يعني احنا بنحاول معاهم الحقيقة بالعلاج الطبيعي وبنحاول معاهم بالتخاطب ومع الادوية المحفزة للمخ زي الاتوموكس طبعا والدباكين والالكارنتين وهكذا وندعى ربنا يعني ان ربنا ياخد بيده ان شاء الله يعني يا دكتور ان شاء الله فيه امل باذن لانه ممكن حتى يتحسن يدخل الحمام لوحده يعرف يمشي في الشرع لوحده ان شاء الله بس يا فندم طالما احنا عايشين وربنا موجود الامل موجود ايوة الحمد لله ادعيله وما تأثريش معاه خالص وديله الدواء بتاعه وديه التخاطب وديه العلاج الطبيعي احنا عندنا حاجة تانية نقدر نعملها غير كده لا طبعا يبقى حركة استمري زي ما احنا ماشيين وان شاء الله الامل فربنا كبير شكرا شكرا جدا لحضرت شرفتين يا فندم شرفتين كنا بنتكلم عن المشاكل الفضيعة بتاع البابجي والالعاب الحوت الازرق والمومو والالعاب اللي هي دخلت للأسف مجتمعنا ودخلت على اطفالنا حاجات كتير قوي بتحصل من الالعاب ديه زي مثلا من ضمن المشاكل العدوانية احنا كلمنا عن موضوع الادمان ادمان اللعبة وادمان الحاجة وديه خلاص يعني اتكلمنا فيه المشكلة التانية العدوانية يعني ايه عدوانية اولا طفل طول الوقت عمال يتفرج على ناس بتضرب فبعضيها ناس بتقتر فبعضيها ناس بتتشألب ناس بتنط ناس كذا 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 تفتكروا الطفل ده نفسيا ومعنويا تفتكروا جوا الانسايد بتاعه او الداخل بتاعه تفتكروا يكون عامل ازاي ايه الافكار اللي حتتزرع جوا طفل زي كده اكيد افكار كلها عدوانية طيب حاجة تانية معلش فيه نقطة انا احب برضا اقولها في حتة الادمانة اللي انا كنت بتكلم عنها ادمانة الحاجة هيخليه بيتصرف بشكل عنيف وعدواني جدا مع اللي حواليه بمعنى لو اللعبة دي في ايديها انا قاعد عليها بلعب بلعب مثلا اربع خمس ساعات ومندمج جدا وبعدين جات اخته او اخوه عايز ياخد اللعبة دي من ايده وهو خلاص بقت عنده افيونة اللعبة دي لو اخوه او اخته جاي ياخد من ايده اللعبة تفتكروا رد فعلا هيكون عامل ازاي اكيد هيكون رد فعلا عنيف جدا مع اخوه او اخته او مع ابوه او مع امه إذن الإدمان أدى إلى المشكلة التانية العدوانية عدواني جدا في التعامل مع الأطفال المحيطين أو مع الأب أو مع الأم لدرجة أن فيه يعني أولياء أمور كتير جدا يجوني في العادة ويشتكوا أن الولد بدأ يبقى بيشتمهم يفصل لدرجة أنه بيشتمهم بعانيف جدا معاهم دي مشكلة كبيرة أوي بنقابلها وطبعا بنحل طبعا المشكلة دي بتعديل السلوك إن إحنا بنحط الولد على برنامج لتعديل السلوك بحيث أنه يرجع التاني للفطرة اللي ربنا خلقنا بيها ربنا عمره ما كان بيخلقنا بفطرة إدمانية للحاجة أو بفطرة عدوانية مفيش كلام ده إحنا بنحاول نحط البرامج يعني كل البرامج اللي إحنا بنستخدمها بتعديل السلوك اللي هي وظيفتها إنها ترجع الإنسان للفطرة الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها ربنا ما خلقناش لا مدمنين للألعاب أو للإلكترونيات ولا عدوانيين هي الفطرة فطرة سليمة فطرة كويسة معتدلة فاحنا بنحاول نصبط الحطة دي طيب يعني نقدر نقول ان حطة الادمان دي حطة خطر جدا من كتر قعدة الاطفال على الالعاب الحاجة التانية فكرة العدوانية المفرطة والعصبية الشديدة اللي بنشوفها في اطفالنا سواء مع اخواتهم مع اصحابهم مع اهلهم يعني دي برضو من الحاجات المهمة جدا 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 من المخاطر تعالوا نتكلم على حاجة تانية من المشاكل اللي احنا بنقابلها حركة الراس والرقبة دي نقطة مهمة جدا 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 انا احب انوه عنها في الحلقة دي على وضع الرقبة ووضع الراس كلوا بالكو انا ما بتكلمش بقى على الاطفال وبس انا بتكلم على جموع المصريين والعرب والاجانب حتى في شكوى الرقبة والراس اولا الطفل قاعد على التليفون او قاعد على الكمبيوتر قاعد عامل ازاي قاعد عامل كده تخيل حد وضع راسه والرقبته بالوضع ده اربع خمس ست سبع تمن عشر ساعات في معلومة طيب معنا تليفون الاول نكمل بقية وضع الراس والرقبة تفضلي يا فندم الو تفضلي استاذة استاذة مين معنا الو استاذة نورهان اتفضلي يا فندم اهلا يا فندم اهلا يا فندم لو سمعني دلوقتي يا دكتور انا عندي سبعتاشر سنة تمام تمام بس دلوقتي انا عندي سبعتاشر سنة تمام بس دلوقتي حضرتك انا يعني دلوقتي لما بقرأ قصة او حاجة في اي وقت مش قبل النوم بحس اللي انا بحس اللي انا في القصة زت نفسها اه بامشي في معظم الاوقات ببانسل لمامتي جنبي او بابايا او اختي وبروح متكلمة كأني في القصة كأني متخيلة الشخص ده او حاجة وحس اللي ام جايين يضربونها دولهم لأ لأ يعني بحس اللي انا مامتي تقولي في ايه انتي بتتكلمي او اختي انتي بتتكلمي مع نفسك قال لا لأ لانا حسيت اللي فيه ناس جايه تضربني اه وساعات كده هتخيل حاجات واعد مثلا ايه لأ والله وحاجات مش الواقع عمدا يعني اتخيلت ان انا راحة فرح وانا مش راحة ومش عارفة وهفرح وكلام من ده وهروح مع صاحبتي ومفيش فرح عمدا مفيش كلام من ده وساعات برضوك في المدرسة وانا قاعدة برضوك اصحابي بتحكوا علي بلاقي نفسي اصحابك بتحكوا عليك في المدرسة ليه فن؟ دلوقتي ببقى قاعدة كده سهيانة في الدكة بلاقي نفسي بلاقي نفسي اضحك لوحدي مش بادحك عمدا هبل بس بحس ان انا بقى في موقف كده يعني عملا مثلا مع ناس ماشية او مع حاجة او راحة خروجة او حاجة ففرحانة وكلام من ده فمش باكتمها جوا مش بعرفة سيطر على عصابي فروح ايه متكلمة بصوت عالي او حاجة ايه ده انت بتتحكي يا نورهان مع نفسك ايه ده انت هبلة ايه بحول اكتم الاقي نفسي ايه ايه معلش بكلمة انفجر دغس بنعني في الكلام ايه بلاقي نفسي رعشة كده ايه ده مالك كده مع نفسي مش بكلم حد بل هي خالص اللي في حد جنبي بانسى سيطر اللي في حد جنبي تمام حد بامشي في الشارع برضو كفتكر بس ها اروح متكلمة وكده مع نفسي ايه اتعصى ممكن اتعصى وانا ماشى في الشارع الوحدي استاذة نورهان حضرتك بتاخدي ايه ادوية دلوقتي انا باخد ادوية لتنظيم درابات القلب بس ايه فن من الادوية اللي بتخديم ايه بتقرد باين لتنظيم درابات القلب تمام بس بس او بس وفي حاجة تاني للبشرة اللي هي البقع والهالات السوتة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الدواء ده لقيته الأساريج الدواء ده بقى له شهر حلو بعد ما بدأت تاخد الدواء الأعراض اللي انت قلت لي عليها زادت؟ بص حضرتك الأعراض دي بقى لها سنة ونصف مستمرة بنفس الزيادة وبتزيت وبتقل بس تعب بتقل بس معامة أنا بصلي وبقرأ القرآن وبقرأ يقول يا رب أه يعني طيب أستاذ النورهان أنا طبعا يعني القصة بتاعتها دي قصة يعني مشهورة جدا أن فكرة أنا أخش فيه نوبات من التخيولات والحاجات دي تعالجها بسيط جدا بس يعني إيه يعني محتاج أتكلم أحرك أكتر طبعا وقت البرنامج مش هيسمح فيا ريت تاخدي التليفون من الكنترول دلوقتي وتكلميني بعد الهواء عشان أنا عايز أعرف منك شوية معلومات كده وفيه دواء بسيط خلص هناخده الدنيا هتتضبط إن شاء الله شكرا أستاذ النورهان طبعا فكرة المشكلة الرقبة والرقبة والوضع الراس وأنا بتفرج على معانة تليفون تفضل سيد مسعد تفضل سيد مسعد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا دكتور أهلا وسهلا يا فن لو سمعت والله عندي قفل عند 6-2 ونص حالية دلوقت كان آآ تولد وآآ كان عندي نسبة الصفرة معرفناش اللي بعدها إن كان بعيش السيام ست سنين ونص يا فندم عنده إيه معلش؟ عنده نسبة الصفرة عالية الصفرة عالية دل ساعة ما تولد آآ آآ بس معرفناش اللي بعد ولولدت حوالي إن كان بعيش السيام أو أسبوع آآ تمام آآ المهم آآ اتعالج ودخل الحضانة وآآ نسبة الصفرة نزلت وكان تمام التمام يعيش حمد الله حمد الله بس بعد سنتين ثلاثة فأنا لاحست عليه إن هو مش طبيح زي إخواته يعني متأخر في الكلام متأخر في الناشي في الجواعد وكده فبجأت نلجأ للدكاترة دكاترة الأطفال؟ نعم نعم رحت لدكتور الأطفال؟ آآ مخم رحت لدكتور مخ وعصابها أوكي بعدين؟ آآ طلب مني آآ شوية تحاليل غد برقية وآآ ورسم مخ وأشعة على الأشعة مخطعية على المخ أوكي آآ طالع ما عندوش حاجة تمام آآ وبعدين عملتوا بعض الصبار زكاة برضو أفضل من مرة أجلوا سنه آآ آآ سنه العقلي هجل من سنه الزمني حوالي كان بسنة وشخي تمام المقطعية عملت له الرانين على المخ وطلع سليم؟ لا مش رانين يا فندم عملت له أشعة مقطعية المقطعية دي بس يا فندم عايز تعرف تفاصيل المخ كويس هتعمل رانين مغناطيسي المقطعية دي ما ببينش على العظم وشوية خلاية من المخ بسيطة ما حضرتك الدكتور جالي لو لو لاجينا حاجة بالأشعة المقطعية مثلا شكين كأنب بنعمل له أشعة خمينة يا فندم طالما هنعمل دا وبعدين هنعمل دا ما نخلص الرانين مغناطيسي على طول ونخلص المهم طب ماشوا بعدين وبعدين المهم ماشى بعدين فهو ماشى دلوقت على الهلاج وقلت بنعمل له جلسات تخاطب وجلسات تنبيه مهارات تنبيه مهارات وتعديل سلوك تمام أبقى ما لاجيتك بنتيجة فلسة كات طيب حركة هتعمل رانين مغناطيسي دلوقتي وست سنين ونصة تمام هتعمل رانين مغناطيسي على المخ وابعتهولي أشوفه وبعدين لو انا محتاج أشوفه الورد هقولك بس ابعتهولي على تليفوني على التليفون بتاع لي واطس ابعتلي اعمل له رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي ورسمه موخي الاتنين وابعتهم لي على الواطس أشوفهم بس الأول تحت رسم المخ اللي هو الجديم ينفع ولا لازم واحد يبئيه ولا ايه؟ رسم المخ حركة عملته من قديمه فندم؟ من سنة لا يا فندم ماينفعش عايز واحد حديث طيب واحد حديث طيب بالنسبة مثلا لتجديم المدرسة مثلا للسنة دي هو كده عند الحالية دلوقت ست سنين ونص للضبط تمام نجديمه في المدرسة السنة دي ولا خارقة من سنة وما هي رأي حدثة لا ممكن يخش المدرسة لو حرك شايفه طبيعي يقدر يتعامل مع الأطفال اللي في سنه وهو بيتصرف زيهم أو قريب منهم لكن لو هو مزيهم بلاش يا فندم لمصلحته لا هو مزيهم هو زيهم بس أجل أجل منهم لا يا فندم ما تقدم لهش لأن ديها بالنسبة له هتزود العقدة عنده ماشي 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 حرك بيعمل بس الفحصات وبعدها لي يا فندم شكرا لحضر شكرا لحضر شكرا لحضر شكرا لحضر شكرا لحضر شكرا لحضر معنا تليفون أستاذ رامي تفضل يا أستاذ رامي أهل المنسائل خير يا دكتور أهل المنسائل نور يا فنو اتفضل يا فنو عند طفل سنتين وثلاث شهور يا دكتور سنتين وثلاث شهور أهو تمام أي حاجة بتاخدها منه ويرمي نفسه في الأرض ويغبط ريسه في الحي ماشي وحصل نقص أكسوجين وزغير ومتولد كان عنده نقص أكسوجين أهو كويس تمام ومتأخر في الكلام ومتأخر في الكلام اه تمام مش عارف انا اعمل دراحة له لا يا فن مدوت هتوديل دكتور أطفال مش ده مخش مخ وعصاب مش اوديل مخ وعصاب لا لا دكتور أطفال أطفال ضعس الأكسوجين ده عايز دكتور بس أطفال الأول أطفال الأول مشوف نسبة السوديوم والبتاسيوم والكالسيوم عنده قد ايه انا عملنا له الشعر رانين مغناطيسة له وعملت رانين مغناطيسة برافو عليه ورسمه المخ ورسمه تلع فيهم حاجة؟ لا مفهوم ش أي حاجة شفت بقى شفت ما انا بقولك هو بشوك يزرج ده دكتور وصغير كان بيحصله ايه؟ كان بيحصله ايه؟ كان بيزرق يعني؟ اه اه يا فندم ما ده عايز دكتور أطفال يا فندم ده مش مخ وعصاب انا سألت حريك الرانين تلع في حاجة؟ مفهش أي حاجة رسم المخ تلع في حاجة؟ مفهش أي حاجة انا قلت لك من الأول ده مش بتاعنا ده عايز أطفال أطفال عادي مش بش انا قدت له الدكتور أطفال جلع على المخ وعصاب حتى انتبعين مع الدكتور برم شكري طب احنا ماشي اوكي دكتور الأطفال قالك عايز مخ وعصاب فاحنا عملنا رانين وعملنا رسمه مخ اللي هو بتاع المخ وعصاب أطفال ايوه تلع سليم حتودي دكتور المخ وعصاب يعمل ايه؟ بيعني ايه دي واحد يا دكتور ودي فينك؟ وديه لحد دكتور كويس أطفال أطفال واحد أطفال بس يكون استشاري كده حد كويس يعني خلاص ماشا ده ماشا يا فندم عشان ما اتعبش نفسك بس شرفتين يا فندم ماشا نرجع بقى لقصة حركة الرأبة دي حركة مهمة جدا والراس على الرأبة أولا عايز اقول لحضراتكم ان طول ما انت موطي كده على التليفون كده اول ما بتتني راسك لقدام شوية بوزن الراس بيزيد على الرأبة خمسة كيلو يعني كل ما توطي كده الراس بتبقى عاملة تنشن او عاملة شد على الرأبة من وراء لكن الراس وزنها اكتر من خمسة كيلو وكل ما انت توطي كده فترات طويلة بيوصل وزن الراس من خمسة كيلو ل سبعة وعشرين كيلو طبعا انا عارف ان الرقم يخد تخيل حضرتك لو ماسك عضلات رقابتك دي وقارس عليها وشدد عليها لقدام كده ومحملها خمسة كيلو وكل شوية بتزود لسبعة وعشرين كيلو عايز حركة تتخيل وضع الفقرات العنقية اللي في الاسفل ووضع العضلات بتشتكي مر الشكوى بتقول لك ارحمني ليه ربنا خلق العمود الفقري على استقامة واحدة يعني في بعض التنايات في العمود الفقري صحيح معانا تليفون فضالي ام عمر هلو هلو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام عمر ام عمر ازاي حضرتك اهلا وسهلا يا فن عندي لينا خمس سنين ايوها هي بقالها سنة انتلوقتي عندها نسبة الكهرباء بسيطة بيجي لها نوبات كده الدывайтесь هي قاعدة مسافة مفيش 20 سنة او 30 سنة يعني هي عندها خمس سنين عندها 5 سنين الموضوع ده بقاله سنتين من سن 3 سنين ايوها كده من سن 3 سنين بدق يجي لها ايه يا فرندم النوبات كده انها هي تبقاعدة والدوم بقاعدة كده والدوخ كده وما فيش لمدة تلاتين سانية تلاتين سانية تلاتين سانية بالزبط تحس انها غابت عن الوعي شوية كده ورجعت تاني بس بس التكلم تقول يا ماما انا دايخة بس بس وعية وعية بتكلم تقول انا دايخة بس عنيها الحبات عنيها بتتحوي معين بتغرب شوية اه وروحت لدكتور المخ واعصاب يدها دوا طلب رسم مخ الاول ولا لا طلب رسم مخ واشاعة مغنطيسية بطلعوش اي حاجة طلب رسم مخ وايه واشاعة مغنطيسية رانين مغنطيسية اوكي مقطعية 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 لا ماشي اوكي بس ما طلعش اي حاجة مخها سانية 100% ودها دوا مشيت عليه تلاتش بعد الثلاث تفاضلت اللسان دوا ايه فاندم اللي دهول تجراتوس ليه فاندم ده تجراتول رغم ان رسم المخ طلعت سانية بقول لي دي نسبة كهربا بسيطة بس هي مش هدين نسبة كهربا بسيطة بس مش هدين اه اوكي خدتوا تجراتول تجراتول اه خدتوا بعد وبقى تحسن بس لانا لو فوت الدوا يوم واحد بس النوبة تجيل اه يعني لو وقعت جرعة النوبة تي النوبة بتيجي على طول اه بس النوبة دي مش في صورة التشنجات صح لا مش في تشنجات بس هي دلوقتي زادت تشنجات كانت الاول من تشنجات دلوقتي زادت عادت تعمل رجلها كده ويديها بعد حركات غريبة كده بس هي وعية برضو بتتكلم طيب طيب انا بس يعني ايه يا ريت حركة تغذي تليفوني لان في بعض الملحوظات كده انا عايز اقولك عليها شكرا ياما عمر طبعا انا عارف ان في ضغط تليفونات يعني كتيرة جدا لان الموضوع اللي احنا بنكلم فيه موضوع بفعلا موضوع شائك جدا ومحتاج حلقات بس انا اوعدكم ان شاء الله ان احنا نعمل حلقات تانية تكملة في برنامج بتاعنا نحو الهدف ان شاء الله عشان خاطر كل المشاكل اللي بتحصل فيه جميع انحاء العالم نقدر نرد عليها ونقدر نفيد الناس بقدر المستطاع ان شاء الله فانا يعني وعد مني ان شاء الله في البرنامج في برنامج نحو الهدف ان احنا هنعمل سلسلة للاطفال لحد ما نرد على كل المقترحات او كل الاسئلة اللي حضراتكم يعني بتشتكوا منها باذن الله احب اقول بس كلمة على موضوع الراس والرقبة دي حتة مهمة جدا الوزن الوزن بتاع الراس كل لما تميل راسك لقدام كل لما الوزن بيزيد على الفقرات بتاع ترقبة والعضلات لذلك حتى لو انت اعدت فترة بالليل كده على الموبايل وعامل كده وبتلعب وبتاع ونمت تاني يوم هتكتشف ان فيه سبازم او تيبس في العضلات شديد جدا وقلم وعمل لك صداع وضوخة فضيعة بيحصل كتير جدا فانا يعني اتمنى ان ما يبقاش القعدة على التليفون او على اجهزة وانت موطي كده ارفع الجهاز حط اي وسيلة وارفع الجهاز كده بحيث ان انت ما تبقاش راسك يعني منخفضة جامد عشان خاطر يعني دي حتة مع الوقت بتعمل تآكل في الفقرات وبتعمل تآكل في الغضريف وبتضغط على الاعصاب اللي خارجة من الرقبة اللي هي بتغزي الكتفين والدرعين فبعد شوية هتبتدي تشتجي وهكذا اذا دي حاجات كلها احب برضو ان احنا نكون موضحينها جامد قوي علشان خاطر نحمي اطفالنا والكبار كمان من حتة التيابس في الرقبة طبعا طبعا انا يعني اتوقع ان احنا وقتنا بدأ يخلص صح ولا اه وقتنا بدأ يخلص للأسف هو دايما ان الوقت الحلو بيمر بسرعة جدا انا ما حستش خالص بكمية بالوقت الكتير اللي هو احنا عدا نتكلفه مع وضعه حسنا هو عدا بسرعة جدا بس اوعدكم ان شاء الله ان الحلقات اللي جاية هنكمل فيها الشغل بتاع الاطفال لان ده مهم جدا وفيه معلومات كتير قوي انا لسه ما قلتهاش فان شاء الله نتقابل قريب ان شاء الله فيه برنامج نحو الهدف تحياتي لحضراتكم دكتور وليد ابو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان دمتم بخير واشوفكم بكل الصحة وكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته